تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام مهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري بداية رفع رئيس الجمهورية السيد عبد المجد تبون اليوم من أجل مقاربة ترتكز على مكافحة الجماعات المتطرفة وعلى الجهود الرامية إلى مكافحة التطرف من أجل القضاء على الإرهاب والتطرف العنيف بالقرارات الإفريقية وبصفته منسق الاتحاد الإفريقي حول الوقاية من الإرهاب وتطرف العنيف ومكافحتهما أكد السيد الرئيس في تقريره الذي عرضه وزير الشؤون الخارجية وجلي الوطنية في الخارج رمطان العمامرة خلال قمة الاتحاد الإفريقي بأدي سبب أن المعركة ضد الإرهاب والتطرف العنيف لا يمكن كسبها في غياب مقاربة متكاملة ترتكز على شقين وهما مكافحة الجماعات المتطرفة وكذل وقاية وجهود القضاء على التطرف على وجه أخص وقد ذكر السيد الرئيس بهذه المناسبة بأن الجزائر طالما رافعت من أجل مقاربة شاملة ومتكاملة ضمن الاستراتيجية الواجب اعتمادها بهدف وضع حد للإرهاب والجريمة ومكافحتهما على المستوى الوطني والدولي وأضاف رئيس الجمهورية قائلا أن الجزائر قد اقترحت خلال سنة 2021 مقاربة إفريقية جديدة من شأنها تأطير وبعث الوقاية ومكافحة هذه الظاهرة وهذا من خلال رسالة وجهت إلى الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكي دي تشيلومبو وأشار أن هذه المقاربة الإفريقية الجديدة ترمي إلى أعطاء نفس جديد للجهود المشتركة للوقاية ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف مع الأخذ في الحسبان حالة الاستقرار التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء وكذا تفاقم التهديد الإرهابي والتهديدات الأخرى المشابهة على العديد من المناطق في القارة وتتضمن هذه المقاربة الجديدة يضيف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون سلسلة من الاقترحات التي تهدف إلى تعزيز جهود المشتركة للدول الإفريقية وهيئة الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب وخلص رئيس الجمهورية أن هذه المقاربة تهدف كذلك إلى إعادة تفعيل المؤسسات وتعزيز الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة والعابرة للحدود من خلال إدراج المفاهيم الجديدة والوسائل والموارد المعيارية العملية بهدف تحسين العمل الإفريقي استقبل وزير الشؤون الخارجية وجالي الوطنية بالخارج رمطان العمامر اليوم بأديسا بيبا من قبل رئيس السينيغال رئيس قمة رؤساء الدول والحكومة الإفريقية ماكي سال حيث سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أبلغه فيها تهانه الحرة عقب توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي معربا له عن دعم الجزائر في أداء مهامه خدمة لقضايا وأولوية القارة بدوره أعرب رئيس ماكي سال عن بالغ شكره وتقديره لدعم أخيه الرئيس عبد المجيد تبون وعن تطلعه للقاء به قريبا والعمل معه لتوطيد العلاقات الثنائية والدفع بالجهود المشتركة لتجسيد الأجندة القارية في مجالة السلم والأمن والتنمية المستدامة بخصوص انتخابات تجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت أمس من المنتظر أن يتم اليوم الإعلان عن النتائج الرسمية الأولية وذلك بناء على المحاضر التي تصل تباعا إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في انتظار الإعلان لاحقا عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات من طرف المحكمة الدستورية في الحدث التربوي التحق اليوم التلميذ مجددا بمقاعد الدراسة عبر كامل المؤسسات التعليمية للمراحل الثلاث الابتدائي المتوسط والثانوي واستحترام صارم للبروتوكول الصحي والاحتياطات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا حفظا على سلامة والصحة التلميذ والطاقم التربوي والإداري والعمال المهني المزيد مع سهيلة زيدور هي عودة ليست كسابقاتها بوعي وإدراك التلميذ لما يحيط بهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا أنا بزاف رحانا كعودنا ندخلنا نقرأه ندر نصيحة لكامل التلميذ أنهم يطبقوا البروتوكول الصحي وإذا مرضو يبقى في الدار كنت خايفة من عودة ندخل القراءة بسك يهمني بزاف أن نكمل قراءته نكون واعي وشحي يصالي لكن نستاهن بالوضع بالراهن جدتني الحمام بدا رح تنطبق لي ثانيا قادي ويجوغ في الدار سمع لي ما تلولين جوي سمع بالحجر سألون بدا بسحكي كنت نحس روحي مني حكس نقرأ شوية نحفظ ندير شوية الوجيبات نحب نقرأ نيا مستهد شوية بصح الكمامات وزاني شوية منها بصح نقدر نولف بها وعي أولئي من وعي أوليائهم وأساتذتهم والأطقم التربوية الذين يحرصون على تطبيق الإجراءات الوقائية وجملة القرارات المتعلقة بالدراسة لازم نديروش مراجعات على دروس لي فاتو باش نستدركو ونكملوه إن شاء الله بالمجهودات التعنى وبمساعدة أولياء تلاميذ طبعا في البيت لازم يكونوا صارمين مع أولادهم وبإرادة التلميذ أيضا المطلب من الأولياء التبليغ عن كل الحالات التي يعيشها أبناؤهم حتى يكونون عونا للإدارة جملة من الإجراءات تعكس وترجع بالفائدة على أبنائنا وبناتنا التلميذ في جانبه أو في شقه البداغوجي بتكثف الجهود سيعمل التلميذ والأساتذة سويا على إنهاء السنة الدراسية بنتائج إيجابية رياضة الآن تختتم اليوم منفسة نسخة 33 من بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تجري وقائعها بالكمرون وذلك بإقامة المباراة النهائية التي تجمع بين المتخبين المصري والسينيغالي والمباراة تنقل اليوم بابتداء من الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر على القناة الأولى للتلفزيون الجزائري والآن موعد الأخبار الدولية في تقديمها الزميلة جاويدة بادر أهلا بك جاويدة شكرا لك رشيد أهلا بكم مشاهدينا في الموعد الدولي نلتقي بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد والبداية بالعنوين قمة الاتحاد الإفريقي بأديسا بيبا تعلق قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب وتشكيل لجنة من سبعة رؤساء دول من بينهم الجزائر لتقديم توصية لقمة الاتحاد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يطلع القادة الأفارقة بأديسا بيبا على التطورات المتلاحقة والخطيرة في الصحراء الغربية والانتهاكات الممارسة ضد المدنيين العزل من قبل الاحتلال المغربي وصول أولى طلائع الجنود الأمريكيين إلى بولندا تحسبا لعمل عسكري في أوكرانيا وتوقعات بتصاعد التوتر على طول الحدود الروسية الأوكرانية مهرجان الأضواء السنوي بكوبنهاجن يضع نهاية لظلام الشتاء الأسكندينافي بتركيبات ضوئية الأكثر عددا في أوروبا أهلا بكم من جديد بداية علقت اليوم قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية دي سابيبا قرار رئيس مفوذية الاتحاد الإفريقي موسى فقي منح الكيان الصهيوني صفة مراقب بالاتحاد وشكلت لجنة من سبعة رؤساء دول من بينهم الجزائر لتقديم توصية لقمة الاتحاد بشأن هذه المسألة قرار التعليق جاء بعد رفض منح الكيان المحتل صفة مراقب بشدة من قبل العديد من الدول الإفريقية وعرضته كل من الجزائر وجنوب إفريقيا البلدان المعروفان بدعمهما لحق الشعب الفلسطيني الثابت إيمان بن ملود والتفاصيل كما كان منتظرا صادق الاتحاد الإفريقي اليوم في قمة أديسا بيبا على تعليق عضوية الكيان الإسرائيلي في المنظمة القارية تعليق جاء بعد مسعى عديد الدول الإفريقية من بينها الجزائر وجنوب إفريقيا البلدان المعروفان بدعمهما لحق الشعب الفلسطيني الثابت وكان هذا القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد موسى فقي شهر جويل الماضي قد أثار غضب عديد الدول الإفريقية واستيائها الجزائر كانت قد ردت على هذا القرار بالرفض المطلق إلى جانب عدة بلدان إفريقية على غرار جنوب إفريقيا ونميبيا لأن الأمر يتعلق بكيان محتل لا يتوافق سلوكه مع أهداف الاتحاد الإفريقي ومبادئه التحررية وقد دعت دولة فلسطين خلال هذه القمة بصفاتها دولة مراقبة في الاتحاد الإفريقي إلى سحب صفة المراقب للكيان الإسرائيلي في المنظمة القرية قمة انتغت عليها كذلك قضايا الأمن والتنمية في إفريقيا إلى جانب التغيرات غير الدستورية في القارة السمراء وتتضلع عديد الدول إلى أن تشكل فرصة لوضع حد لكل أشكال العنف مع وضع مقاربة حقيقية جديدة للأمن والاستقرار والتنمية في القارة السمراء وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا قد دعا في الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقي إلى سحب صفة المراقب للاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أن منحها هذه الصفة تشجعها على الاستمرار في انتهاكاتها وخرقها للمواثيق والاتفاقات الدولية مشبها ما ترتكبه في حق الشعب الفلسطيني من جرائم إنسانية بالنظام العنصري في جنوب إفريقيا الأبرتايد إلى ذلك نددت منظمة التحرير الفلسطينية السياسة العدوانية الاستطانية التوسعية في الأراضي الفلسطينية وفي الصحراء الغربية أطلع رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي القادة الأفارقة خلال مناقشة تقرير مجلس الأمن في إفريقيا بأديسا بيبا على التطورات المتلاحقة والخطيرة في الصحراء الغربية بعد نسف نظام المخزن لاتفاق وقف إطلاق النار وأعرب الرئيس الصحراوي عن قلقه البالغ وانشغاله إزاء التطورات المتلاحقة والخطيرة في الصحراء الغربية والانتهاكات الممارسة ضد المدنيين العزل كسياسة إبادة ممنهجة في الأراضي الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال المغربي التي تشهد تصاعدا مضطردا في انتهاكات حقوق الإنسان ونبقى في الشأن الصحراوي حيث نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في منطقة سبخة نوشاد ومنطقة لعكد بقطاع المحبس حسب بيان عسكري لوزارة الدفاع الصحراوية إلى تطورات الملف الإيراني حيث قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الإعفاءات الأمريكية المتصلة بالعقوبات ضد طهران ضمن ما وصفته واشنطن بإجراءات السلامة ومنع الانتشار النووي جيدة ولكنها غير كافية مطالبا بضمنات أمريكية حقيقية من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع عليه العام 2015 وفي مستجدات الوضع في أوكرانيا وصلت أولى طلائع الجنود الأمريكيين أمس إلى بولندا ضمن مهمة تعزيز الأمن في أوروبا الشرقية وتحسبا لعمل عسكري ضد أوكرانيا كما وصلت شحنات أسلحة أمريكية إلى كييف ضمن نفس المهمة والتي تعتزم خلالها واشنطن إرسال ثلاثة آلاف جندي أمريكي إلى كل من بولندا ورومانيا في سياق ذاته قالت تقارير استخباراتية أمريكية أن روسيا حشدت ما لا يقل عن مائة وعشرة آلاف جندي على طول حدودها مع أوكرانيا وأنها تتوقع عملا عسكريا روسيا ضد كييف في غدون أسبوعين في باكستان أعلن وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد مقتل ستة جنود حكوميين ونحو عشرين مسلحا انفصاليا في مواجهات بإقليم بلوشستان المتاخم لأفغانستان المواجهات اندلعت حينما شن الانفصاليون هجومين على موقعين عسكريين للجيش بمنطقة نوشكي وبانجور بذات الإقليم وفي مادغشقر يتأهب المواطنون لاستقبال إعصار فاتيسراي الذي كان من المنتظر أن يجتاح المنطقة مساء أمس بسرعة رياح تصل إلى 200 كم في الساعة على جزيرة المحيط الهندي الكبيرة ويحاول السكان إيجاد الحماية بالوسائل المتوفرة نختم من كوبنهاجن حيث يضع مهرجان الأضواء السنوي نهاية لظلم الشتاء الأسكندنافي بتركيبات ضوئية هي الأكثر عددا في أوروبا الأعمال التي يعرضها فنانون من جميع أنحاء العالم تتحدث عن فيروس كورونا وتأثير الإنسان على الطبيعة كتجسيد طائر الفينيكس وهو طائر يبلغ طوله 11 مترا يضيء السماء وكرة أرضية مصنوعة من البلاستيك المعادي تدويره وبصور مهرجان الأضواء السنوي بكوبنهاجن نأتي إلى نهاية الأخبار الدولية عودة إليك رشيد شكرا لك الزميلة جويدة بادربي هذا نكون قد وصلنا إلى ختم هذا الموعد الإخباري نستقى مجددا في تماما ربيع اشتركوا في القناة